مرحبا بكم في الدرس رقم 21 المجسمات لسوليد النشاط الأول لنبحث ونطبق ولون المكعبات بالأحمر والأسطوانات بالأخضر ومتوازي المستطيلات بالأزرق والأهرام بالأصفر إذن غدد لونه كما قلنا المكعبات بالأحمر فباش نميز المكعبات فالمكعب عنده الوجود يالو كلها متساوية وعبارة عن مربعات إذن هذا المجسم وعبارة عن مكعب إذن تم تكملوا التلوين ثم هذا المجسم أيضا الوجود يالو متساوية كذلك هو عبارة عن مكعب أيضا ستكملوا التلوين أما الأسطوانات سأجد لونهم بالأخضر الأسطوانة عنده قاعدتين عبارة عن قرصين إذن هذا المجسم وعبارة عن أسطوانة فيما بعد سنرى نشر الأسطوانة وأيضا نشر المكعب ومتوازي المستطيلة ثم هذا المجسم أيضا هو عبارة عن أسطوانة ثم بالأزرق متوازي المستطيلات أما متوازي المستطيلات فوجوهه مستطيلة إذن هذا المجسم هو عبارة عن متوازي المستطيلة كذلك هذا المجسم كنلاحظوا بأن هذا الوجه نحضر هذا الوجه هو عبارة عن مستطيل أيضا هذا الوجه وبقية الوجوه الأخرى سأجد لونه بالأزرق أما الأهرام سأجد لونهم باللون الأصفر إذن المجسمات اللي يبقوا عبارة عن هرمين إذن هذا المجسم هرم وكذلك هذا المجسم ننتقل إلى التمرين الأول أكمل بالمفردة المناسبة رأس حرف وجه إذن هذا المجسم وعبارة عن متوازي المستطيلات لماذا؟ لأن الوجوه كما نلاحظ هذا الوجه وهذا الوجه إضافة إلى هذين الوجهين عبارة عن مستطيلات إذن فهو متوازي المستطيلات فسنملأ الفراغ بالمفردة المناسبة إذن السهم يشير إلى الرأس نكتبه رأس ثم السهم يشير إلى لاحظه الوجه ثم السهم فهو يشير إلى إلى الحرف نكتبه حرف التمرين الثاني أكتب أسماء المجسمات مكعب أسطوانة متوازي مستطيلات هرم إذن هذا المجسم وعبارة عن هرم كما رأينا في النشاط الأول أكتبه هرم أما هذا المجسم فقلنا مكعب لأن الوجوه حبارة عن مربعات أما هذا المجسم فهو متوازي المستطيلات أما هذا المجسم فهو هرم هرم لاحظوا قاعدته مثلثة ننتقل إلى الحصة الثانية أطبق وأتدرب ثالثا ولاحظوا المجسمات ثم أكمل ملء الجدول أولنا قد نلاحظ المجسمات ونكمل الجدول المجسم أليف هو عبارة عن متوازي المستطيلات جيد أما المجسم ب فهو مكعب ممتاز المجسم جيم هرم إذا نريد رجع للجدول المجسم أليف عدد الوجوه نجيب للمجسم أليف اللي قلنا متوازي المستطيلات نشوفوا عدد الوجوه أحيطوا عدد الوجه ثم الوجه الذي يقابله جوج ثم هذا الوجه ثلاثة الوجه الذي يقابله أربعة ثم هذا الوجه والوجه الذي يقابله ستة إذن عدد الوجوه ستة عدد الأحرف أحيطوا هذا حرف وهذا حرف هذا حرف وهذا حرف إذن واحد ثلاثة أربعة ثم هذا حرف وهذا حرف وهذا حرف وهذا حرف ثم أربعة زائد أربعة تمانية تسعة عشرة ثم إذن عدد الأحرف إثنى عشرة حرفة عدد الرؤوس الرؤوس واحد جوج ثلاثة اربعة فمسة ستة سبعة ثمانية تمانية رؤوس نمشي بل مجسام باء اللي هو المكعب أولا قد نحسبه الوجه نفس الشيء واحد هذا الوجه الذي يقابله اثناني ثم هذا الوجه الذي يقابله أربعة ثم هذا الوجه والذي يقابله ستة أيضا ستة وجه عدد الأحرف نحسبه واحد ناني ثلاثة أربعة خمسة ستة ثم سبعة ثمانية تسعة عشرة إحدى عشر إثنى عشر أيضا إثنى عشر حرفة عدد الرؤوس واحد اثناني ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية ثمانية رؤوس المجسم جيم قلنا هرم إذن أولا عدد الوجه كان هذا الوجه هو القاعدة دياله ثم هذا الوجه اثناني ثم هذا الوجه ثلاثة ثم هذا الوجه أربعة فباش نفهمهم زيان لاحظوا هذا النشر دياله هرم الذي قاعدته مثلت لأن هذا النشر هو نشر لهرم قاعدته مثلت لاحظوا عدد الوجه واحد اثناني ثلاثة أربعة كيف ملقينا فإذا جمعنا هذا النشر هذا سنحصل على هرم لاحظوا اللي كان نجمع النشر دياله الهرم كان نحصل على هذا الهرم ولو أنه صغير إلا أنه عبارة عن هرم كما نلاحظ ننتقل إلى عدد الأحرف لاحظوا عدد الأحرف ونحسبوهم واحد يجوج ثلاثة ثم أربعة خمسة ستة فإذا أخذنا النشر دياله الهرم قد نلاحظوا أستاذي الأحرف واحد يجوج ثلاثة ثم أربعة خمسة ستة ونكتبو ستة عدد الرؤوس نرجعو الهرم واحد اثناني ثلاثة أربعة أربعة رؤوس نفس الشيء واحد اثناني ثلاثة أربعة ونكتبو أربعة رؤوس ننتقل إلى أثبت تعلماتي مكعب نشر للمكعب ونكتبو المكعب وجوه عبارة عن مربعات إذن سنأخذ نشر المكعب كما كاللحظة عدد الوجوه واحد اثناني ثلاثة أربعة خمسة ستة فقلنا ستة وجوه والوجوه كلها عبارة عن مربعات بحيث لقمنا بالجمع ديالها فقد نحصل إلى مكعب كما في الصورة أما هذا الشكل فهو عبارة عن هرام قاعدته مثلثة إذن نشر للهرام فشفنا الهرام الذي قاعدته مثلث وأيضا شفنا النشر دياله له هذا كاللحظ بأن القاعدة عبارة عن مثلث أما عدد وجوه واحد اثناني ثلاثة أربعة فكسر القناة في عدد وجوه هذا الهرام الذي أيضا قلنا بأن قاعدته عبارة عن مثلث ننتقل إلى الأسطوانة أسطوانة قلنا عندها فقط وجهين هذا الوجه ثم هذا الوجه نشر الأسطوانة هذا هو نشر الأسطوانة ضحيض أيضا وجهين عبارة عن قرصين ثم مستطيل فإذا قمنا بجمع هذا النشر هذا ونحصل على أسطوانة راح بعد ما جمعنا النشر للأسطوانة نحصل على هذا المجسم وهو أسطوانة ننتقل إلى المعجب مكعب من توقف متواز مستطيلات بارغاليليبيبيد أسطوانة سيلاندر نشر باتران هارم بيغاميد ننتقل إلى التمرين الرابع ألون كل مجسم ونشره بلون من اختيار نبدأ بهذا المجسم هذا اللي هو قلنا المكعب اللي نبحثه على النشر ديال المكعب فقلنا وجوه المكعب كلها مربعة لذا هذا هو نشر المكعب فأيضاً غيرتكمل التلوين ثم المجسم الثاني اللي هو متوازي المستطيلات أما وجوه متوازي المستطيلات فقلنا مستطيلة إذن غيرتلونه هذا النشر رحضو كما قلنا وجوه مستطيلة أما المجسم المهالي فهو أسطوانة رحضو قاعدتين عبارة عن قرصين ثم نبحثه على النشر ديال الأسطوانة القاعدتين مبارة عن قرصين ثم مستطيل أما المجسم الرابع فهو هرم فلنلونه هذا الهرم لاحظو بأن القاعدة لهذا الهرم كيف هي مربع فلاحظوا معي في الشكل نشر لهرم قاعدته مربع إذن من لغذين نجمعه هذا النشر هذا لنحصله على هرم لاحظو هذا الهرم فخكيبا صغير إلا أنه عبارة عن هرم قاعدته كما قلنا مربع ثم نتقل إلى التمرين الخامس من بين الأشكال التالية ألون نشر الهرم إذن قلنا الهرم إما كتكون القاعدة له مربع أو لا مثلت أو مضلع آخر فاشفنا الهرم الذي قاعدته مثلت والهرم الذي قاعدته مربع إذن هذا المجسم هو الهرم وقوم تعلماتي سادسا أتمم بالمفردات المناسبة وجوه أحرف رؤوس أولا هذا المجسم هو مكعب فلاحظو هذا الأسهم غدية للأحرف ونكتبوه أحرف أما هذه الأسهم فغدية نلاحظو للرؤوس ونكتبوه رؤوس أما بهذا المكعب لهو نفسه فالأسهم تشير إلى رحضو إلى الوجوه نكتبو وجوه سابعا أكتب اسم كل مجسم وألونه ونشره بنفس اللون إذن المكعب غدية لونه باللون الأحمر غايتكمل تلوين غدية نبحثو على النصر دي المكعب قلنا وجوه المكعب عبارة عن مربعات إذن غدية لونه هذا النصر الذي وجوهه مربعات ثم ثم نتقلو المجسم الموالك اللي هو لاحظو هرم ونكتبوه هرم ونبحتوه على النصر ديال هذا الهرم لاحظو هذا الهرم قاعدته مربع إذن القاعدة عبارة عن مربع إضافة إلى هذه الوجوه والتي عددها واحد اثنان ثلاثة أربعة إضافة إلى القاعدة خمسة خمسة وجوه ثم المجسم الموالي أيضا هو عبارة عن هرم لكن كاللحظو أيضا أن القاعدة عبارة عن مضلع رباعي أما النصر اللي اعطونا هنا في القاعدة مثلات إذن سنقوم بالتصحيح سنرد القاعدة مثلات ثم نرسمه الوجه الرابع إذن باش نلقاه واحد هذا الوجه اثنان ثم هذا الوجه ثلاثة إضافة إلى القاعدة أربعة باش يكون عندنا هرم عنده القاعدة مثلات فهو ما أعطونا في المجسم القاعدة عبارة عن مضلع ربعين عنده ربعات جل الأضلع في حين أن النشر في القاعدة مثلات إذن قمنا بتصحيح هذا المجسم ثم ننتقل إلى هذا المجسم قلنا له وجهين عبارة عن قرصين أما نشره فهذا هو نشره وقلنا هذا المجسم يسمى ماذا؟ يسمى أسطوانة جيد ثم اللون النشر دي الأسطوانة قرصين إضافة إلى هذا المستطيل إذن كما سبق وأنقلت غير تكملوا تلوين ثم نكتب أسطوانة أما المجسم الأخير فهو متوازي المستطيلات واللون متوازي المستطيلات قلنا وجوهه مستطيلة سبقنا هذا النشر الذي وجوهه مستطيلة